لا خليستعدون باعتبار أن هناك ربما أطراف تريد أن تفرض سياق معين أو وضع معين بقوة السلاح وبتأثير السلاح أو بتأثير الفوضى التي تحدث هنا وهناك يعني ممكن تفسر بهذا السياق ويقينا اليوم نحن كلنا نوصل الرسائل للسيد الكاظمي بشكل مستمر أنه نحن لن نستطيع الاشتراك في أي انتخابات ما لم نتأكد أن السلاح لن يكون طرفا فيها إلا لحمايتها بالمجمل أما لما نشعر ونسمع ونرى وتصلنا تسريبات ومعلومات عن استعدادات كبيرة وقوية لاستخدام السلاح في مناطق معينة وفي مناطق مهمة وربما في أغلب مناطق البلد لتوجيه الانتخابات باتجاه معينية حتى في المناطق السنية ستاة فيصل حسب معلومات جرابك ولا نتمنى أن تحدث ولا نشترك به نعم حتى في المناطق الغربية المناطق السنية هاي الحملة ربما راح تكون موجودة حتى في المناطق الغربية نعم حتى في المناطق الغربية حتى في المناطق الغربية هناك تسريبات عن اتفاقات عن تفاهمات مع بعض الأطراف من هذه المحافظات لاستخدام ربما بعض المؤسسات أو بعض القوى التي تحمل السلاح للتثير بالانتخابات باتجاه معينة ولدينا حقيقة دلاء المقلقة بهذا الاتجاه يعني أكون مؤشرات لحد الآن مقلقة أن الانتخابات ممكن أن يتأثر فلذلك أنا أتكلم أقول ربما يقول الكلام في هذا السياق أنه سيقطع الطريق أمام هؤلاء وعلى الآخرين الذين يجبون الانتخابات بفرق متساوية